مساء الخير أصدقائي مشاهدي ومتابعي القناة عن تجربة مع ماجد زكري بناء على طلب حضراتكم أستاذ باهر والأستاذ بيتر والأستاذ رامي والأستاذ محمد مصطفى كل إخواتنا وحبيبنا متابعي القناة طلبوا أنهم عايزين يعرفوا إزاي يتابعوا استهلاكهم من الإنترنت والبعض منهم سأل هل ممكن أعربط كل التعاملاتي مع شركة في سواء إنترنت أردي أو موبايل على برنامج واحد أقدر من نوع تابع الخدمات تعالوا مع بعض نشوف إزاي ننفذ الكلام ده وإزاي نعرفه وإيه هو البرنامج اللي في فدنا في كل الكلام ده يلا مع بعض نروح ونشوف إيه هو البرنامج نروح على برنامج جوجل بلاي وندخل ونكتب اسم البرنامج اللي احنا عايزينه اللي هو مايوي ميوي وندخل 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 ونضع تطبيق ميوي وندخل على تثبيت يبدأ البرنامج يحمل على الموبايل بتاعنا كده نزل البرنامج يطلب السماح بإذن قدارة مكالمة الهاتف نضع السماح هيبدأ يحمل معنا يقول هل أنت عندك حساب ولا إيسا هتنشئ هدوس على إنشاء حساب لأني أول مرة أستعمل البرنامج نبدأ بقى نكتب البيانات بتاعتنا رقم الخدمة نحن عديني نربط عليه البرنامج سواء RD أو موبايل هندخل بقى إن كان 015 أو 02 كودو المحافظة زائد الرقم الRD هبدأ أدخل 02 كودو المحافظة وبعد كده رقم التينفقون الRD وبعد كده بدوس على كلمة متابعة هتطلب مني كلمة مرور وإن أنا أعيد كلمة المرور مرة أخرى بكتب كلمة المرور وبعدها مرة تانية بعد كده أوافق على الشروط ودوس على التالي بعد كده بيجي لي رسالة عبر عن كود للتأكيد بدخله في المكان الفاضي ده دوس التالي عشان يبقى البرنامج يتفعل وقدر أتعامل معايا في كل حاجة مع دكتب ندوس على الايكونز بتاعت البرنامج يبدأ يشتغل معايا أختار كلمة إبدأ من البرنامج كده يزرع عندي رقم التليفون اللي أنا أشغل عليه في الإنترنت 140 جيجا ده نظام اللي أنا أشغل عليه تاريخ التجديد بتاعه 22-5 ده معادي التجديد لما أنا عندي باقات إضافية بدل من أتصل بخدمة العمل أو الدعم الفني عشان أعرفهم عروض وإضافات ده لو الشركة عاملة عروض أو إضافات أنا مشترك عليها طبعا مش مشترك في عروض أو إضافات خاصة به أسئلة متكررة دي لما أدوس عليه هيفتح معايا صفحة ويب عادية لأي استفسرات خاصة بشركة وي سواء تليفون أردي موبايل إنترنت ثابت أي أسئلة متكررة هتظهر عندي وادوس عليها هيجي لرد بتاعها طبعا دي الأسئلة السابتة اللي متواجدة واللي معظم الناس بيسألوها طب لو أنا عندي أسئلة مختلفة عندي هرجع تاني للتلات نقط وادوس على محادثة مباشرة لما ادوس على محادثة مباشرة هيفتح لي ليلين مع الدعم الفني الخاص بالشركة هدخل اسمي هدخل رقم تليفون أردي لما يجي أخطار هيديني تلات اختيارات هل عايز انترنت ثابت خدمة تليفون موبايل ولا تليفون أردي أخطار منهم وأبتدي أتعامل مع الدعم الفني آخر حاجة تابعونا دي لما بدوس عليها بتظهر لي كل الصفحة الخاصة بشركة وي عشان نتابع الشركة في كل الفيديوهات بتاعتها أو العروض بتاعتها اللي نقدر أتعامل عليها من فضل حيك ما تنسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ارجو ان يكون الفيديو عجب حضرتك نكمل مع البرنامج بتاعنا هندوس على الرقم بتاعنا الاردي ونشوف هيظهر عن ديناية هيتطلع علينا كل أرقامنا 015 الموجودة للشركة وي عشان نعمل توصيل للبرنامج على نفس الرقم دي ليه الهدف عشان أقدر أعمل عملية توصيل لأي رقم فيهم عشان أقدر أعمل عملية شحن لأي رقم فيهم تحويل رصيد لي بحيث أن أنا أبعارف الرصيد المتوقف فيها الدي النت اللي موجود فيها مكالمات وده مهم جدا عشان يبقى ببرنامج واحد أقدر أتحكم في كل أرقامي مع شركة وي أظن البرنامج بالشكل ده بيسهل جدا بيوفر عليها وقت جدا بيكون متميز جدا في التعامل مع شركة وي وتوفيع الوقت والمجهود والفلوس أرجو من حضراتكم ما تنسانيش سابسكرايب ولايك وشير وانشروا عند كل أصدقائك اللي عندهم الانترنت المنزلي وي أو عندهم 015 كرقم موبايل ساعدت جدا بحضراتكم أشوف حضراتكم إن شاء الله المرة جاية ما فيديوك ديئت فيان تغروبا ما مجيزيك ترجمة نانسي قنقر